أهلاً بكم في ستوديو القاهرة في بيتل الكل طبعاً وإحنا في بيتل الكل النهاردة ليه بنتكلم عن الزكاء الاصطناعي؟ بنتكلم عنه لأنه هو بقى الحكاية اللي موجودة في العالم كله وكمان موجودة في عالمنا العربي هتلاقي كتير من أجيالنا وشبابنا بقوا بيروحوا لزكاء الاصطناعي اللي بيجرب اللي بيجرب أغنية، اللي بيجرب صوت اللي بيزود تعليم وبيدخل على معينة اللي بيعمل أغنية، اللي بيدخل فيها بقى الغنى والهيسة طب حكاية جبيرة جداً ده اللي خلانا في بيتل الكل لأ لازم نقف لأنه زي ما احنا مؤمنين في دولنا العربية أن احنا رايحين للتقدم بنحلم بمستقبل أكيد واعد لكل دولة من دولنا لكن لازم نكون كمان بنفس القوة يعني ما ينفعش يكون عندنا تكنولوجيا حديثة بدل ما هي تساعدنا وتنقلنا تدمر عندنا حاجات تدمر؟ أوه ممكن تدمر لكن خلينا نتكلم الأول على البناء نتكلم إزاي نقدر إحنا نكسبها وإزاي إحنا اللي نقدر نقودها مش هي اللي تقودها أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيتل الكل شافكي لانا وأخمد كل شي ممكن يا شافكي الموضوع محتاج بحث مهني هذا ما سنفعله في هذه الحلقة من بيتل الكل حيث هناك خشية من الانكاسات سلبية لهذا التطور على الوظائف العامة لكن ممكن تكون النتائج عكس ما نتوقع تماما خلونا نشوف مساء الخير كل من يتابعنا في برنامجنا العربي بيتل الكل الموضوع مثل ما تحدثين وأنا أسرج بقضية الذكاء الاصطناعي اللي حدث في كل البلدان العربية ممكن كثير من المواقع تذكر أكو مخاوف من قضية بأن الذكاء الاصطناعي ودخوله في بلداننا العربية بهذا الشكل الكبير وخاصة في مجال الإعلام في بعض الأحيان ممكن نصح الصباح نلقى مذيع أخبار يقدم نشرة أخباري وهي حتت في باقي البلدان الأوروبية لكن على صعيد الوطن العربي نقول نصح الصباح ما نلقى المذيع متبدل بروبوت خاص فكل هذه الأمور بالتأكيد هي تشغل الوطن العربي بدخول عالم التكنولوجيا وهذه الاستحداثات الأخيرة مساء الخير مشاهدين الأعزاء وطبعا حلقتنا لليوم الدكاء الاصطناعي زي ما بنعرف هذا الموضوع اللي حاز على أهمية كبيرة عالميا الآن موضوع الذكاء الاصطناعي لازم كلنا نعترف بأنه له الإيجابيات الكبيرة جدا دخل في الصغيرة والكبيرة من حياتنا ورغم الإيجابيات إلا أنه أكيد فيه له محادير لازم نتوقف عليها في حلقتنا لليوم من برنامج بيت للكل نحكي عنها ونحاول نسلط الضوء عليها حتى نجد إلها حل نعم لانا حقيقة موضوع قضية الذكاء الاصطناعي سرت شؤاني أيضا في هذا الموضوع شاهدت بأن المخاوف حقيقية في بعض الدراسات والأبحاث العالمية تذكر بأن ممكن ربوت واحد يعادل عمل عشر أشخاص في جميع المجالات والتخصصات أنا كنت أتابع في مجالات التخصصات الطبية أيضا دخل الربوت في عمليات جراحية وأيضا أدى نسب النجاح إلى نسب عالية جدا بسبب ما مخزون داخل هذا الربوت من معلومات حقيقية من أجل إجراء العمليات الجراحية فكل المجالات ممكن أن نشاهد ربوت معين ويدخل الذكاء الاصطناعي في كل المجالات التخصصية مو فقط فيها الإعلام فيها الجراحة في الطفل في الهندسة وأيضا باقي المجالات حتى ممكن فيها المجالات التدريبات الرياضية أيضا يدخل ربوت فكل هذه المخاوف حسب النسبة العالمية بأن تذكر بأن يكون ربوت واحد يعادل عشر أشخاص المخاوف حقيقة بأن نقول في المستقبل نخاف لا يكون انقراض الإنسان ونجد كل العالم عبارة عن ربوتات وأقول لكم هذه العودة بالصوت والصورة تخيل يا أحمد بقى أنه من خلال الذكاء الاصطناعي في مهن كتير ممكن تنقرد أو ما تبقاش موجودة أو بدأت فعلا تقل استخدامها ربنا يسهل علينا أحنا كمان على ما يبدو نحن أمام استثمار هائل كيف سنتعامل مع هذا التطور في بلادنا العربية هذا ما سنتعرف عليه بعد الفصل أهلا بكم في بيت للكل في استوديو القاهرة النهاردة وإحنا في بيت للكل وإحنا بنفكر في الحلقة الخاصة بالذكاء الاصطناعي ليه فكرنا فيها فكرنا لأنه الزكاء الاصطناعي بقى موجود في حياتنا بشكل كبير موجود عندك في البيت موجود عندك في المدرسة في الجامعة أو حتى في الشارع أو حتى في المؤسسة اللي بتشتغل فيها هتلاقي عنصر أو عناصر بدأت كتير تستخدمه في العالم بشكل عام بقى موجود في كل حاجة هتلاقيه في الإعلانات موجود في الأفلام موجود في حياتك موجود في الشارع موجود حواليك بطرق أو بأخرى يبقى تطبيق مثلا معين حد يستخدمه في دراسة حد يجيب تطبيقات مختلفة حد يدخله مجال الموسيقى والغنع بس هي القضية هنا يا ترى احنا عندنا من الوعي واحنا بنتعامل مع الزكاء الاصطناعي بنتعامل معه صح يعني عندنا وعي بنحاول نستخدمه بالطرق اللي ممكن تساعدنا كتير من دولنا العربية احنا بنتكلم كمان عن دولنا المشتركة نتكلم على مصر العراق الأردن وفلسطين ودولنا العربية أكيد كلنا بنبص البكرة كلنا عايزين نجري بدولنا البكرة كلنا عايزين جيل الشباب يبقى أفضل من جيلنا والجيل اللي بعدين هيبقى أحسن وأحسن وبنستخدم أكيد كل التكنولوجيا الحديثة خدوا بالكوا أن تعداد الشباب العرب كبير والسن العربي صغير مثلا بالنسبة للقارة الأوروبية الناس هناك أكبر سنا فإنت عندك نسبة الشباب كتيرة إذن نسبة استخدام كمان التكنولوجيا بالنسبة للشباب كبيرة جدا طيب إبقى إذن لازم نفكر ونرجع وراء يا تارى احنا فعلا عندنا من الوعي يا تارى بندرسه يا تارى بننبه عليه يا تارى بناخد بالنا يا تارى مع أولادنا بنضحك معاهم وخلاصة على تطبيقات جديدة وبنستخدمها من غير ما نشوف إيه اللي بيحصل السؤال هنا زكاء الاصطناعي مهم يساعدنا يخلينا نعمل خطوة البكرة ولا ممكن كمان يدمر حاجات جوانا كلمة تدمير ساعات بتبقى تقيلة لكن خلينا نقول ممكن يرجعنا الحاجات لورا شوية لأنه في حاجات كتير حتروح في الطريق طب خلينا بلاش ده ولا ده خلينا نفهم أكتر ونتكلم في استوديو القاهرة النهاردة معايا مهندس أحمد طارق خبير أمن التكنولوجيا المعلوان مساء الخير مساء النور على حضرتك ومساء النور على السادة المشاهدين يعني الموضوع كبير جدا للزكاء الاصطناعي وبيجري وأنا حاسة أن احنا كلنا بقينا بنلهس وراء بصوا التطبيق بصوا ممكن تستخدموه ازاي بصوا أنا عملت بريزنتيشن بتساعدني في الزهور فإحنا رحيين فين طيب أنا عايز أقول لحضرتك وأصدم السادة المشاهدين أن كل اللي احنا وصلنا له بالزكاء الاصطناعي ده مجرد 5% فقط من استخدامه لأن بصراحة كل اللي احنا وصلنا له ده مش هدف الزكاء الاصطناعي الرئيسي لأن الزكاء الاصطناعي الرئيسي أكبر من كده بكتير جدا خلينا طيب نحددها حلو ما هو الهدف من الزكاء الاصطناعي الرئيسي الزكاء الاصطناعي الرئيسي هو بيهتم في معالجة حاجات إحنا ممكن ما نقدرش نعملها أو نواكبها بمعنى الكلمة أن إحنا ممكن نخلص أكتر من حاجة في نفس الوقت في نفس الوقت نقدي آه دي أمثلة أستأذنك أحيما حلو جدا أول حاجة أن إحنا ممكن مثلا نوظف أكتر من حاجة مثلا عندنا أشغال معينة شغالين بيها في يومنا الحالي ونوظف الزكاء الاصطناعي يخلص لنا أشغال تانية ومثال حي أكتر أن فيه زي شات جي بي تي وروبوتات الهي المنتشرة بشكل عامل والتطبيقات اللي احنا بنستخدمها وللأسف ناس كتير أغلبنا بيستخدمها بشكل خاطئ أن إحنا مش بنستخدمها أن هي توظف لنا أو تساعدنا على مشكلة احنا مش قادرين نتغلب عليها زي مثلا أنا عندي أرض صحراوية كبيرة كمام يدل لنا إزاي الخطوات الرئيسية أن إحنا نوفر علينا وقت ونوفر علينا جهد هل هنا أنا مثلا بدخل مساحة الأرض بقول طبعتها إيه بزرط كمعلومات بنديله معلومات المبدئية بزرط بنديله معلومات المبدئية الأولية وبالتالي هو بناء على المعلومات دي هيحسب المساحة الكاملة وهيديك الخطوات لزراعة الموضوع ده بحيث أنه يديك وقت قصير جدا لنمو الزراعة في الأرض الصحراوية وهكذا ده مثال بسيط جدا هذا مثال بسيط بس أنا أقايس أقول لك المثال ده على قدم هو بسيط بس أقول لك كل مشاهدين مصر بتستخدم المثال ده في تشكة طبعا طبعا وفي الحاجات خصوصا بعد الأزمات اللي حصلت ومشكلة الأمح فبقى لازم تلجأ ليه الزراعة والزراعة بالعلم صحيح فأعتقد دي أول نقطة ممكن يكون بنستخدمها في بعض المجالات بالذات ودي نقطة مهمة جدا للتوسع في المجال ده ولكن الزكاء الصناعي زي ما قلنا أنه هو بيتطور بشكل مستمر جدا مع ذاته لأنه زكاء الصناعي توليدي فبالتالي إحنا لو استخدمنا الزكاء الصناعي التوليدي الصحيح في مجالاتنا كلها بأدواته كلها هيفيدنا في حاجات كتيرة جدا أول حاجة هيوفر في الوقت تاني حاجة هيقضي على الفساد اللي موجود لأنه فيه فساد كتير جدا بينتهي تدريجيا عن طريق التحولات الرقمية الكبيرة اللي بتكون موجودة فبالتالي الزكاء الصناعي مهمة جدا في القضاء على الفساد في توفير الوقت في الاستطلاع الكامل على البيانات اللي موجودة لأن مصر هنا من ضمن الاستراتيجية اللي ماشي عليها أن هي بتستخدم الزكاء الصناعي تلات حاجات أول حاجة في التعليم وفي التدريب وفي استخدام البيانات مرة أخرى لتوصلها للشركات الخاصة وغيره فعندنا احنا كمية بيانات كبيرة جدا أن احنا نقدر نستفاد بها عن طريق الزكاء الصناعي وتوظيفها وهكذا طيب فمصر الرقمية بقى عندنا حاجات كتير فعلا حتى المواطن البسيط وإن كان تعليمه بسيط دخل يعني سواء يعني أراد أم لم يرد دخل في منظومة المصر الرقمية صحيح إيه أكتر حاجة قادر أقول أنا استفادت بيها كمصر الرقمية من الزكاء الصناعي أكتر حاجة منتشرة دلوقتي المعاملات الحكومية إحنا زمان لو رجعنا بالزمن الورى كنا في بداية الأسبوع من خصص يوم كده يوم الحد أو يوم الاتنين إن إحنا ننزل وننزل في الزحمة وممكن نعرضين لأجسادنا للخطر برضو حوادث وكده كل ده مات وبالتالي فيه تطور كبير جدا في التحولات الرقمية والزكاء الصناعي بدأ يدخل في ربط الأنظمة الحكومية والجهات الحكومية مع بعض فبالتالي لقينا سرعة ونقدر نطلع بطاقة باسبور كله في نفس اليوم في نفس الوقت انت بقيت تدخل على حسابك البنك يتحول لأخوك واختك وناس اللي هنا في العراق واللي في البيت وتحل مشاكل كتير في أقل ممكن من نص ساعة بالظلط فالنص ساعة دي احنا وفرناها ووفرنا مجهود مثلا يومين أو ثلاثة وكان ممكن ما يخلص برضو طيب احنا عندنا برضو يعني ممكن انا في المقدمة قلت ان مهم الوعي الوعي بيبقى موجود عند ناس ومش عايزة اقول مش موجود عند ناس بس الناس بتعمل ساعات يعني اللي هو للهيسة يعني لو يلا نجرب اي حاجة ونعمل اي حاجة دي مشكلة كبيرة هنا دي مشكلة كبيرة فبدأت الناس تكسر في حاجات رموز يعني مثلا ندي امثلة حاليا نتكلم مثلا عن انت تبدأ تستخدم صوت لحد مثلا توفى وتستخدم لبرت الصوت وازاي مثلا كان فنان كبير كان موسيقي كان مغني وادخله مثلا على اصوات تانية خالص يغني حاجات تانية خالص بصوته فدها كده دمرت الرموز الصنية الحلوة اللي عندك وخلقت كائن انت مش متعارف به يعني مش متقالف معاه هنا يجي بقى دور التنظيم في موضوع الادوات بتستخدمها الزكاة اللي صنعي لان مش اي اداء احنا كل الادوات اللي مستخدمها على الانترنت من الزكاة اللي صنعي تحت مسئوليتك انت يعني لو استخدمت اداة معينة هكون الاداة دي تحت مسئوليتك انت انت المسئول عن كل حاجة بتنتج عن الاداة دي لان انت اللي ولدت العنصر ده فبالتالي الزكاة اللي صنعي توليدي في محتوى الصوتي او المحتوى المرئي تحت مسئولية كبيرة جدا ولازم ناخد بالنا من حاجات كتيرة احنا بنعملها من ناحية التوظيفات العامة في الاصوات لان زي ما حريك قلت التراس القديم بتاعنا فبالتالي انا لو استخدمت صوت قديم لحد متوفي او اغنية جنتها بحد متوفي بطريقة خاطئة او بطريقة الناس مش معتاد ان هم يسمعوهم منهم ده هنا يعاقب عليه القانون طبعا لا وغير القانون انت بتهدم خلاص انت دخلت في انك بتهدم رمز حلو انا مش حبه وما فيهاش بلا احساس لا فيها مشاعر ولا احساس طيب بالنسبة لي انه انا طالبة مثلا بعمل رسالة الدكتوراه بتاعتي او رسالة المانشستير وجيلي جديد وتفتح على الانترنت وبيشوفه فقررت ان انا ادخل على الذكاء الاصطناعي عشان يكتب لي مقالاتي او يكتب لي ابحاثي لو انا ما عنديش وعي هيكتب من دماغه حاجات مش صحيحة الحقيقة انا ضد ان الطلاب او الاكاديميين يدخلوا ويكتبوا رسالة كاملة من غير ما يتناقشوا معه الروبوت اللي بيتناقشوا معاه يعني مثلا هنمسك مثال حي شات جي بي تي لو جبنا اطفال في المدرسة وحلوا الهومورك او الواجب بتاعهم عن طريق شات جي بي تي المدرس ازاي هيعرف ان ده تحل او لا اه اولا لازم يكون في رقابة ابوية من ناحية الاطفال ورقابة كاملة على الموضوع اللي هينتج منه ايوه لانه المدرس حيجيله الدنيا محلولة بالزبط كده تمام الولد ده ياخد عشرة على عشرة والولد مش متعلم كويس اصلا هو استخدم بس التطبيق صح ومش فاهم التطبيق قال له ايه سلم الورقة زي ما هي صح وهنا نقف عند نقطة مهمة جدا اوستاذ شافكي الفكرة كلها ان احنا هنا خلينا الالة هي اللي تتغلب علينا لان احنا بكمة التقدم للزكاء الصناعي وتكنولوجيا الكبيرة دي احنا خلينا هنا ان الالة هي اللي تتغلب علينا لان احنا سألناها اسئلة احنا ممكن نعملها باقدينة عادي جدا وممكن نبحث عليها بطريقة مباشرة ولكن الطرق الغير مباشرة في الاسئلة اللي انت بتسأليها للزكاء الصناعي بالذات لازم تكون اسئلة دقيقة جدا واسئلة تكون انت حليها قبل كده هو لا يفكر هل ممكن انا فجأة الاقي صوت زي صوت سيدة ام كلسوم صوت زي ست فيروز عبد الحليم فريد بيغني بقى صوت هندية مثلا حصل بالفعل صوت تانية وساعتها انا هعمل ايه؟ في برنامج شهير جدا للزكاء الصناعي بتحط الصوت هو وظيفته انك بتحط الصوت بيتدرب عليه تحط كل ما تكتري الصوت يعني ممكن لمدة ساعة نص ساعة ساعتين هو يتدرب على الصوت ده وينتج منه الصوت الخام اللي تقدر يتوظفه في جميع اللغات اللي موجودة فبالتالي لو اخدنا صوت ام كلسوم ودربناه على الالة دي هينتج منه انجلش وعربي وهندي واي لغة في العالم وكده يبقى انا حسيت كمان انا ضيعت الصوت ما بقيتش عالك اه طبعا وفي نفس الوقت هيبقى بنفس النبرة بالزبط وبالتالي ده لسه احنا في البداية انا مش عايز اصدقوا الناس احنا لسه في البداية خلينا برده يعني احنا بنتكلم ده عشان نزيد من الوعي عند الناس ناس يكون عندها نوع من انواع الوعي انا كمان مفرحش انه ابني اللي ماسك الكاب بتاعه او اللابتوب او الموبايل موبايلات بقت زي اللابتوب اصلا فالولد ماسك ده 24 ساعة هو ما بقاش يفكر يعني لم يعود يقرأ يعني مفيش كتاب في ايده صحيح مفيش حاجة بيفكر مفيش بيكتب كله على ده فانا ازاي ازيد من الوعي ده يعني انا بقى كامة انا كاب ازاي نزيد ده ونقرب من الاجيال اللي بتجري على الانترنت سريعا حلو جدا احنا لو هنخلي سن قانوني مثلا يبدأ ان الاطفال نجيب لهم موبايل او تابلت يكون من سن 8 سنين ولكن يفضل ان هو يكون تابلت عشان يكون في مشاركة ابوية في شاشة كبيرة وما يكونش في خصوصية بينه وبين الشاشة الصغيرة ولكن في نقطة برضه لازم نوح عليها مهمة جدا ان احنا ما ينفعش نعادي التقدم التكنولوجي بسوق استخدام الاخرين طبعا لانه لو احنا حطينا اطفالنا على التقدم التكنولوجي لان احنا ماشينا على خطر الرئيس الرئيس طبعا وصل احنا ندرس الزكاة اللي صناعة عندنا هنا ثلاث جامعات كبيرة بتدرس الزكاة اللي صناعة فبالتالي ده جيل كبير اه طبعا ده جيل كبير بتقدم وفي نفس الوقت هو ده جيلنا هو ده جيلنا جيل التكنولوجيا كبير هي حتى التخصصات الحديثة كلها صحيح يعني اللي بقت موجودة في العالم كلها بيجروا على هذا التخصص خلي بالحضرتك في 300 مليون وظيفة هتنتهي وقصدها هتخلق 400 مليون وظيفة جديدة خلينا ده نقطة مهمة في التعليم انا عندي ادوات خلاص انا بقى عندي جهاز موجود في كل بيت انا كمدرسة كمعلم كجامعة انا مش عارف الطالب ده جايلي وحلل ده منين لكن لازم انا كمان انا كمعلم انا كمدرس صح لازم انا كمان اكون على قد المستوى ده صح لانه احنا يعني انا سعيدة كمان انه بقى فيه اعداد للقادة واعداد للمعلمين وده موجود في كل دولنا العربية بقى يعني اللي هو رفع كفاءة المعلم الى الدرجة العليا علشان يقدر كمان يواجه التطور التكنولوجي اللي بيجيله من الطلبة وده لازم وده حاجة مهمة جدا في مواقع عالمية تكون موجودة مع كل معلم عشان خاطر يحارب الزكاء الاصطناعي من ناحية انه الاطفال زكاء او يستخدمه بوعي يعني ليه ما يكونش مثلا في المناهج يكون فيه ورقة بحث عن الزكاء الاصطناعي لازم في كل مكان فيبقى الاطفال الصغيرين من عمر سبع سنين وست سنين وده افضل يعني وقت يبقى عارفه ويبقى المعلم هو اللي بيدرسهوله فلما الولد يعني اهله يكونوا بسطى مثلا او ما عندهمش من القدر من التعليم يشرحوله حيبقى المدرس هو اللي بيحتضره فاذا هنا احنا محتاجين ان احنا في التعليم يكون عندنا يا اما موضوع بحث يا اما شرح يا اما موضوعات تضاف الى المناهج التعليمية عن الزكاء الاصطناعي وتجرب في المدارس لازم طبعا من سنه صغير جدا نحط البيانات دي والمعلومات دي ويكون معلومات اولية لان المعلومات الاولية في الزكاء الاصطناعي بتؤدي لحاجة كبيرة جدا قدام وفي نفس الوقت هو بيكون عنده وعي تام على كيفية استخدام ادوات الزكاء الاصطناعي وازاي نواكبها واكذا حضرتك قلت انه هيبقى في عدد من الوظائف هتنتهي او تتوقف وهو هيحل محلها وحيبقى في وظائف اخرى ربما تكون اكثر يعني قوة وتعليما ووعيا هتبقى موجودة نشرح الفرق احنا لو هندي امثلة في عندك وظيفة البرمجة المبرمج حتى في التكنولوجيا هتنتهي بس هيجي مكانها روبوت هينشئلك الكود ده وقصاده يقول لك بمزبتها كاملية انها هعود اتابع الكود ده وهوظفه هنا زي فينش الاخير هيكون مني انا برضو فبالتالي ده كله موظف يعني انا مثلا انا بتكلم في الاعلام فمخرجي قاعد جنبي اهو فدلوقتي هو ممكن يعمل يعمل ادت للبرنامج بتاعه وهو قاعد في البيت وهيسهله كمان الوقت انه يقدر يعمل بحلقة او اثنين وثلاثة بسرعة بشكل اكبر وهلاقي روحه نفسية اكتر وهيلاقي انه هو عايز يشتغل اكتر يعني يحس انه هو قاعد عمل الشغل ده فبالتالي يشوف الشغل اللي بعده السؤال برضو مهم جدا يعني انا مثلا يعني بقى لي كم يوم عندي دور برض لو انا مش موجودة سهل جدا يحل محلي طبعا المزيع من الزكاة وقتح لينا ان احنا نعمل تجربة عملية اصلا عن موضوع المزيع الافتراضية دي سهلة جدا ممكن بشكل حضرتك بالزبط هتاخد نفسي شكلي هحتاج هندي احيانا بالله سواء مثلا على عن طريق الواقع المعزز او الواقع الافتراضي دلوقتي تقدر تشوفي الموضوع ده ولكن تكسيدا للموضوع بالزبط ان ده موجود حاليا وهتاخد نفسي نبرة الصوت بتاعتي كل حاجة دي كلها سهلة وهتتبرمج بكل اسئلة بيت للكل وهتنقل بين الزملاء مين بقى المشرف عليها احنا برضو احنا برضو مازلنا برضو موجودين لان عمري مالقالة تتغلب على صناعها هل هيكون عندها نفس الحياة والتفاعل ولا الناس هتتحول لآلات هو انا دايما بقول ان في تطور كبير وقادم في مجال التكنولوجي ولكن عمري مالقالة تتغلب على صناعها لانه كده كده احنا المشرفين عليها مهما كان ومهما عاصل اكيد اخر حاجة تخوفك كخبير امن معلومات من الزكاء الصناعي والله اللي خوفني كخبير امن معلومات ان الناس تفضل ماشي على النمط اللي احنا شايفينه على السوشيال ميديا ده لانه ده مش نمط حقيقي للزكاء الصناعي ده تشويه للزكاء الصناعي الزكاء الصناعي اكبر من كده بكتير وفي نفس الوقت لانه هما عندهم الزكاء الصناعي احنا عندنا زكاء البشري هل هي حالة انتشار لحاجة جديدة ظاهرة وهتخلص؟ هي فترة مؤقتة ترند مؤقت مثلا للصور اللي بتكملها الجينيراتيف فيل مثلا او ترند مؤقت للصور اللي هي مثلا بتحول لشكل تاني عبارة عن ترندات وبتنتهي ولكن احنا لسه موصلناش لوظيفة الزكاء الصناعي الرئيسية اكتر حاجة مبهكة انت منتظرها من الزكاء الصناعي ان هي تعالج البني ادمين بشكل كلي على جميع المشاكل زي الشلل زي كده وده بيحصل فان الناس شغالة فيها تدخل في مجال الطب طبعا هي دخلت قريدي في مكال الطب بدون جراحة كمان هي دخلت حاجة كتير حقيقي هي تحتاج لحقيقة حوارات مختلفة طبعا اتمنى يكون زملائي كلهم مومودين معايا مرة ونعمل حلقة نقاشية كاملة بإذن الله اكيد طبعا هي الشرع بشكرك جدا شكرا مهندس احمد طريق خبير امن المعلومات على كل هذه المعلومات وان شاء الله يفضل الزكاء الصناعي وافضل انا موجودة برضو ان شاء الله اكيد طبعا حنقول ايه نلحق نقدم البرنامج ونلحق ناخد فاصل لحسن الحلقة الجاية بيكون زكاء الصناعي هو اللي بيقدم فاصل قصير منرحب فيكم مشاهدينا واسمحونا ايضا نرحب بضيفة برنامج بيتلي الكل من استوديوهات التلفزيون الاردني دكتورة خلود الزعبي الخصاوني وهي اخصائية تربوية من جامعات العلوم والتكنولوجيا اهلا وسهلا فيك دكتورة اهلا وسهلا فيك دكتورة خلود مفهوم المواطنة الرقمية مفهوم كتير مهم عم نتداول وما كنا زمان نسمعه ابدا لكن له اكيد اهمية وابعاد كتير فهذا المصطلح ايش بيعني بالزبط هلا متل ما تفضلتي دكتورة لانا انه مفهوم المواطنة الرقمية ايش كتير جديد عنا ما كان موجود قبل خمس سنين عشر سنين وعم نسمعه كتير بمعظم ارجاء الوطن العربي وجميع دول العالم كافة عم تسعى انه تجعل مواطنينها مواطنين رقميين هلا احنا عم نسمعه هلا فعليا بس لسه ما تبلور بشكله الكامل والمتكامل يعني ممكن انا هلا اشوف فتاة بنت يعني وشاب اقولهم انت مواطن رقمي بقول لي طبعا انا مواطن رقمي طب كيف يعني مواطن رقمي بقول لي انه انا عندي حسابات على الفيسبوك انسجرام انا بعرف استخدم التكنولوجيا حلو هذا الاشي كتير فضيع ولكن اساس المواطنة الرقمية هي الاداب والسلوكيات اللازم نتبعها واحنا في العالم الرقمي العالم الافتراضي يعني هي مرتبطة بمفهوم الاخلاقيات الاخلاقيات نعم هي اكتر بخلينا اقولك المواطنة نفسها ايش يعني كلمة مواطنة المواطنة الصالح المواطنة الصالحية هي عبارة عن مجموعة من القيم اللي بتحث الفرد انه يتعاون للنهوض بمجتمعه وهي علاقة بين الفرد والدولة قائمة على حقوق وواجبات مصهر دستور ونفس الاشي المواطنة الرقمية انت عندك حقوق وواجبات انت كيف تكون مواطن صالح تعكس صورة بلدك بالخارج عن العالم الرقمي يعني بقولوا الاردن العالم الرقمي في الاردن فاحنا كيف نتبع سلوكيات واخلاقيات منظومة اخلاقية متكاملة موجودة بالعالم الافتراضي العالم الرقمي اللازم احنا نتبعها عشان نكون مواطنين رقميين اذا لها معايير نعم محاور لها محاور ومعايير مهمة خلينا نتعرف عليها شوي فيه دكتور امريكي اسمه دكتور مايكل ربيل هو دكتور في جامعة بامريكا مفهومة المواطنة الرقمية كتير كبير خلينا نحكي بس حطلنا تسع محاور هي خلينا نقول اساس المعرفة للانطلاق للمواطنة الرقمية اول محاور الكتير مهم اللي هو الوصول الرقمي خلينا نقول ايش هو الوصول الرقمي انا بدي اكسس على الانترنت عشان اقدر ادخل هذا العالم من غير الانترنت انا ما بقدر ادخل هذا العالم مضبوط فبدي يكون لي مسموح بالدخول والحمد لله في معظم الوطن العربي انا بحس قد ما سفرت انه عندي وصول رقمي عندي وصول الانترنت انا بقدر مش صعب ومعظم الدول العربية حتى عم بتحاول بالمناطق النائية انه يكون فيها كمان انترنت لانه كمان احنا اتجاهاتنا بكل الوطن العربي انه يتحول لحكومات الكترونية فلازم نسعى انه يكون الاكسس واصل للجميع تاني محور اللي هو التجارة الالكترونية تجارة الرقمية هلا احنا حياتنا باليوم اكيد تروح لسوبرماركت بتشتري مثلا شغلة قائمة على البيع والشيرة كتير اللي هو المباشر اللي هو المباشر فما بالي في العالم الحقيقي انا بدخل لما بدخل على متجر ما ممكن يدخل غيري خمسين مية ولكن بالعالم الافتراضي الرقمي نفس المتجر بدأت سوق منه بدخل ملايين ملايين كل عالم ممكن يدخل عليه فنسبة الاحتيال والغبن تكون اعلى واكبر فعشان هيك نكون احنا كتير ديرين بالنا يعني مثلا انا بدي اسافر ممكن احجز على اوتيل اشوف الصور كتير حلوين وما اكون هلا بنحكي عنه انه ما اقرأ الريفيوز لازم اقرأ الناس ايش بكتبوا هاي من كيف انه بمحي الامية الرقمية هلا رح نحكي عنها فانا بحجز هذا الاوتيل بدفع بسافر بنصدم انه الحقيقة غير لعني شفته بالعالم الافتراضي وهذا مثال نقدر ان اطبقه على كتير اشياء فيه امرات ان تكون شايفة بلوزة غير امرات ان شخص بيكون بوهمك انه هذا هو بيطلع بالعالم الحقيقي حدا تاني اشي تاني عاربتي فانه عشان هيك انا لازم اكون كتير مدرك بثقافة العالم الافتراضي النسبة الغش فيه اكتر اكتر لانه نسبة اللي بتخلوله اكتر بتعاملوا معاه اكتر كعالميا لانه انت في بلدك محدود بس الاشي اللي عم بتعامل معاه بالنت مش محتكر لخلول فبتكون القيود اقل المحور الثالث اللي هو محور الامية الرقمية هذا المحور جدا مهم خليني بس اطرق لا ايش يعني كلمة امية امية انه هذا الشخص لا يستطيع القراءة والكتابة محور امية يعني بده ازيل الامية بده اخليه قادر على القراءة والكتابة نفس الاشي عنا محور الامية الرقمية اللي هو التعليم والتعلم التكنولوجيا واستخدام ادوات التكنولوجيا فبهذا المحور اهم اشي عنا انه اخلي اجعل الشخص او المواطن انه هو مدرك وواعي لثقافة العالم الرقمي الافتراضي وكيف بدي اجعله انه يشارك بفاعلية وايجابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام والاجهزة الرقمية وبنفس الوقت بدي اكون واعي انه انا باخد من هاي الاشياء ما بيناسب عاداتي وتقليدي وقيمي وما يرتقي بتفكيري واترك الاشياء اللي اصلا ما بتناسبني وكتير مهم انه برضو انا استثمر هذا العالم احنا مشكلتنا انه احنا مستهلكين للتكنولوجيا متلقين انا لازم اكون كمان منتج للتكنولوجيا يعني انا ما بهمني بقوء مثلا فيه مقالات بيحكوا انه نسبة الوطن العرب بيستهلاكهم للتكنولوجيا هالقد احنا يايم نمبسط بس احنا بدنا انتاج يعني الدول خلينا نقول متحضرة جدا عندهم استهلاك وعندهم انتاج عندهم انتاج محتوى تكنولوجيا يعني احنا ما منستثمر دكتورة في هاي الوسائل ما هم نستثمر بشكل ايجابي في عنا مشكلة هون هذا الاسمه محول الامية الرقمية ونفس الاشي ونقطة كتير مهمة بمحول الامية الرقمية انه لازم يكون عند الشخص قدرة على ابداء رأيه النقط انه انا مش كل شي بسمعه صحيح انا ممكن انه هل هاد خبر ولا هاد اشاعة هذا الخبر اشاعة ولا حقيقة لازم اعرف اي وكالة انباء ناشى هذا الخبر لازم اتأكد من مصدرها هنا بيعتمد على وعي يمكن الشخص معي المحول الامية الرقمية انه انا اخلي واعي ومدرك بالعالم الرقمي فانا لما بساهم بنشر خبر هو اشاعة انا عم بساهم اولا بتضليل المجتمع اثنين قد اتعرض لمسائلة قانونية انا يعني اذا بدأ احط لايك على منشور فيه تطرف ولا فيه ارهاب ولا فيه ايش ما بيناسب قيمي وعداتي وتقاليدي هاد بيعكسني انا فعشان هيك لازم اكون كتير كتير حريص بهذا لانه نسبة الاشخاص اللي عم بتضرروا من هاي الاشياء اكبر في العالم الافتراضي من العالم الوحقية هلا رح احكيلك ياها بالقوانين الرقمية هلا تالت محور كمان كتير كتير مهم اللي هو الاتيكات الرقمي السلوك الرقمي حلو مصطلع اداب الرقميات كتير حلو الاتيكات الرقمي وهو فعليا هم نقدر نحكي اي سلوك او اي تصرف ممنوع بالعالم الحقيقي نفس الشيء نازمي هو ممنوع بالعالم الافتراضي الاخلاق لا تتجزأ لا تتجزأ بالضبط يعني انا ما بقدر اقول انه ما هو بالعالم الافتراضي عادي لا 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 يعني مثلا انه خليني اقولك احنا عادين مع بعض لانا وهل مع اكتر من معنا كمان مجموعة صبايا وقولك لانا لو سمحتي ما بدي ياكي بالمجموعة بالعالم الحقيقي ما بقدر اعمل هيك هاد هو التنمت بالعالم الافتراضي ما بقدر ايامك من جروب واتس اوب عشان انت شاركتي بمحتوى انا ما حبيته او مراقلي فالاتيكيت باخلاقيات واحدة بالضبط لا تتجزأ انا هون صادق انا هون صادق انا ضد التنمر بالعالم الحقيقي انا ضد التنمر بالعالم الافتراضي وشغل تاني كمان بالاتيكيت الرقمي انه هي الاخلاقيات مثل ما تفضلتي والسلوكيات نربطها بالقانون الرقمي هلأ برضو مثل ما في قانون بضبط سلوكي بالعالم الحقيقي انا كمواطن صالح مسؤول عن تصرفاتي واقوالي وافعالي بالعالم الافتراضي انا مسؤول عن تصرفاتي اقوالي وافعالي ولايكاتي اعجاباتي والشيرينج كله انا مسؤول عنه فقد تكون العقوبات بالعالم الافتراضي اقصى من العالم الحقيقي لانه بضرر اكتر وتضرر نسبته اكتر يعني مثلا لانا عذرين يعني هو ما عندي انا راضي تكون الامسل علي المثال ونعم المثال يعني بس فمثلا انه هلأ احنا قاعدين مع بعض افترضي انا عذريني غلطت عليكي هلأ انت تضررتي معنويا قدام 3 ا4 ممكن تدايي وانا بتعرض لمسائلة قانونية افترضي انه انا ذميتك على الفيسبوك تبعي وعندي عشرين الفولور تخيلي الضرر المعنوي اللي انت اصابك فالعقوبة رح تكون اكين اقصى وهي لازم التشريحات والقوانين تاخد فيها وتغلط العقوبة هلأ كاكاديمية دكتورة خلود انا ادرك بانه يعني انت يعني هاي الاشياء اللي عم نحكيها عم بتحاولوا توصلها كاكاديميين في مختلف جامعاتنا الاردنية لهذا الجيل الناشئ واحنا بهمنا مش بس في الاردن جيل الناشئ العربي كمان يوصل لايثيكس والاخلاقيات تحت العالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي نحكي عن هذا الموضوع بما انه هذا الموضوع لسه جديد واحنا اي ثقافة جديدة بنندخلها لاي مجتمع لازم تتكاثف مؤسسات المجتمع قاطبة مع بعض عشان تنشر هاي الثقافة الجديدة ابتداء طبعا من المدرسة من الاسرة بعدين المدرسة بعدين الجامعة دور العبادة جماعة الرفاق مؤسسات تنشئ الاجتماعية مؤسسات تنشئ الاجتماعية ادي انا مثلا فخورة انه انا كتربوية قاعدة في مؤسسة اعلامية ما شاء الله عليها مؤسسة التلفزيون الاردني شكرا انه عم نتشارك مع بعض اشي تربوي وانتو اعلاميين ومن هون احنا منودي رسالتنا يعني مننشر رسالتنا للعالم ككل وبما انه انه هذا المفهوم جديد هلأ منبلش فيه من الطلاب خلينا نقول لصغار نعمل تأسيس معرفي لقيلهم طب اوكي اللي وعيه وكان جديد عليهم ايش نعمل مثلا زي هالأطلاب الجامعات برضو دركنا هذا الموضوع مثلا في عنا بجامعة العلوم والتكنولوجيا مادة اسمها ثقافة رقمية هاي في جامعة العلوم والتكنولوجيا تدرس كمادة اختيارية لجميع طلبة الجامعة اي من الطب بياخدها للصيدلة للهندسة وتتخيلش الاقبال عليها قده كبير لانها مادة كتير حلوة بتلامس الواقع المعاش فمثلا والحلو بهذه المادة انها تتجدد كل فصل كيف تتجدد حسب التطورات حسب التطورات يعني مثلا هلأ ممكن نتطرق لموضوع الذكاء الانفعالي اخلاقياتنا بالتعامل مع الذكاء الانفعالي خلينا نقول الفصل الماضي الاول اللي هو بلش بشهر تسعة ما كان عندي موضوع شات جي بي تي هلأ الفصل الثاني حطينا شات جي بي تي لانه لازم نعرف عن شات جي بي تي هلأ الشات جي بي تي هو خلينا اقولك بالذكاء الاصطناعي ككل هو صديق للانسان وشات جي بي تي ممكن هلأ هو الانتيم تبعنا خاصة للطلاب يعني مثلا انا كدكتورة اكيد مطلوب مني اعمل ابحاث دائما فاللي كان اذا بدي اعمل بحث عن الثقافة الرقمية بسأل شات جي بي تي بقول له بدي اعمل بحث عن الثقافة الرقمية سلبيات ايجابيات تحديات عشر دقائق بيعطيني كل معلومات اللي بدي اياها هلأ انا ارتحت بس بالعادة لو بدي اعمل هاد الحكي كلهاتو بدي اخد مني اقل اشي شهر وبتعرف يا دكتوري انتي هاد الحكي بسط طب انا شو استفادت استفادت انه حتى اخلاقيا مظبوط ما هلأ بدأ احكي لك استفادت بالوقت انه وفرت شهر ولكن ايش مساوئ اول اشي اخلاقيا هاي سرقة علمية هاد الحكي انا ما تعبت فيه ولما ما بتتعبب اشي انت ما بتكون عارفة فصار عندي بصير سطحية لما احكي عن الثقافة الرقمية انا ما قرأت وما سمعت بسطورة وما اخدت اراء ثالث اشي ايش بيضمن لي انه لتشات جي بيتي انه عم بيعطيني عم بيعطيني بس رأيه لحاله انا لما ببحث عن محرك البحث جوجل عم بيعطيني اكتر من رأي وانا باخد البديا اللي بناسبني انا فهونا ما في موضوعية خلاني اعتمادية خلاني اتكالية فان بالك انا كدكتورة ولكن كطالب اللي هم الجيل الجيل المستقبل احنا اللي هم نطلع عليهم كمستقبل اذا اتكلوا على تشات جي بيتي واستخدموا بطريقة بتسيلة لهم صارعا نتجهل في المجتمع فعشان هيك الذكاء الاصطناعي بدك تكون بأخلاقياتهم بدك تكون كتير ذكي بالتعامل معه عندك قدرة عالية على التفكير الناقد انك تنقض هذا الاشي وانك تعرف انه هذا مش لصالحك اتعب هلأ عشان بكرة تحصد النتائج بشكل ايجابي وبدنا نتذكر انه الذكاء الاصطناعي احنا اللي عملناه الانسان عمله فلما هو بده يحدد ذكائك الذكاء الاصطناعي لما يعطيك المعلومات بتبطل تتفكر out of the box بتصير انت ما حدود اعطاك هاي المعلومة بطل فيه ابداع بطل فيه ابتكار انه لانه اللي بدي اياه هو اللي عم بيعطيني فعشان هيك احنا منصف مستهلكين مش منتجين للمعرفة في الذكاء الاصطناعي دكتورة خلود الزعبي الخصابني انا بدي اشكرك على هاي المعلومات القيمة اهلا وسهلا فيك في برنامج بيت للكل في استوديوهات التلفزيون شكرا لك اهلا وسهلا شكرا 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 طيب مشاهدينا ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل من القناة العراقية والقناة الاردنية والفلسطينية والمصرية حقيقة قضية الذكاء الاصطناعي اللي بدت اليوم تشغل كثير من المثقفين والعملون خاصة في مجال الاعلام وخاصة البرامج التكنولوجية اللي دخلت عليها الكثير من الاستحداثات الأخيرة بدأ عالم الذكاء الاصطناعي يدخل الكثير من المتغيرات أصبحت القضية أسهل فوائد كثيرة بالإضافة إلى بعض السلبيات اللي شخصها أصحاب التخصص خلينا في محور العراق نتحدث عن الذكاء الاصطناعي معه قررنا بأن نختار مونتير حقيقة من زملائنا في شبكة العلام العراق نتحدث عن هذه البرامج والخاصة بالذكاء الاصطناعي وآخر ما استحدثت من هذه البرامج وفوائد دخلنا رحب بالأستاذ المونتير عباس رحيم مساء الخير ومنورنا في برنامجنا العربي بيت للكل أهلا وسألنا أستاذ أحمد مساء الخيرات وأتشرف أن يكون اليوم ويقوم بهذا اللقاء نورتنا نحن نريد ابتسام أول ذكاء الاصطناعي من البداية طبعا رغم بأن هذا الموضوع يسبب هواجس عند الكثيرين بأن نسمع الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي كأنها متغيرات من متغيرات الكون ستحدث في هذه الفترة خل بالبداية نعرف الذكاء الاصطناعي بتفصيله بسيطة هو الذكاء الاصطناعي طبعا والتحولات التي بدأت تطرأ من خلال العلماء العالميين التي وضعوا روبوتات هي تتحكم بنفسها بحيث هذا الذكاء الاصطناعي أو الروبوت إلى القدرة على الاستنتاج والتعلم على كيفية تفكير نفس ذهنية الإنسان من خلال المعلومات التي يحملها هذا الروبوت من خلال ما بتخزين الكثير من المعلومات التي يحملها الروبوت ممكن يكون إلى ردة فعل طبعا حال حال الإنسان بالضبط طبعا حال حال الإنسان ويستنتج كلمات وأعمال حال حال الإنسان ممكن يوم من الأيام سمعنا بأن ممكن مجال الإخبار يكون أكثر من تقديم البرامج يعني أنا مثلا مرات هاجس يراودني يقول بأن ممكن أصحى الصباح ألقى مقدم برامج أو محاور ما كان يكون الروبوت دخل هذا المجال يعني أكو مذيعين محققين هما روبوتات مذيعين أخبار مذيعين أخبار هما روبوتات حتى لا أعبيش ترنج هما روبوتات دخل المجال الدكاء الاصطناعي بكل الأعمال حتى بالصناعة أكو مثلا روبوتات تعمل مكان العمال هل هم شفتات خاصة يشتغلون مكانات معينة بالمخازن مثلا وغيرها روبوتات دخلت مجال الطبخ روبوت هو يطبخ ومجرد ما تنطي نوع الأكل وقاله هو راح يطبخ خير هذه الاتقان في هذه القضية طبخ الصناعة بالطبس معنى طبعا دخل في مجال الطب عمليات عبر القارات تكون من خلال الذكاء الاصطناعي حتى التشقيص يكون التشقيص أسرع من القدرة البشرية والاستنتاج حقيقي عندما يكون القدرة أكثر من القدرة البشرية بالمستقبل ممكن يعني ما نجد يد عاملة من يد عاملة ممكن يستخدمون روبوتات يعوض عشرة إذا ما عتيش في تقرير معين هناك روبوت يعوض عشرة أشخاص بالعمل يعني طبعا احنا حتى نقدر نتوازو العالم ونقدر نوصل ما وصل إليه العالم لازم كل يتنا يتعلم على الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي ساحة مفتوحة للجميع علينا أن نتعلمها حتى نقدر نتواصل بشكل أكبر العالم تغير اليوم العالم ممتل عالم مثل ما كان بالسابق من دخل الذكاء الاصطناعي دخلت التكنولوجيا بشكل أكبر هسي أنا مثلا المجال العملي قبل فترات بالمونتاج دخل مثلا بالمونتاج إذا أحتاجه أترجم فيلم تمام أحتاجه هوايا زمن ووقت لا هسه من خلال البرنامج بمجرد ما أروح على صيغ معينة داخل البرنامج وأدوات راح يترجم لي الفيلم جد كان فترته من ساعة ونص ساعتين أو أكثر أو حتى خمس دقائق وحسب التايم لاين الوقت يوضع لك الترجمة على الوقت المناسب بالضبط يعني ما يستغرق وقت يأخذ الترجمة اللي كانت تأخذ كثير من الأوقات يتخصص متخصصين بترجمة اللغات حتى يصنعوها اليوم أسأل من الرياضة ألما من البلدان العربية من خلال الذكاء الصناعي حسب التقارير التقارير الإمارات عربيا المرتبة الأولى وتسعة عشر عالميا لأن بدأت تشتغل على هذه المساحة بشكل شبير وضغطوا على نفسهم في سبيل التطور والسعودية بالمرتبة الثانية عربيا إذا هذه البلدان العربية نسأل يعني مثلا الواحد يرجع وي نفس يقول البلدان الأوروبية ممكن سبقتنا بتجربة الذكاء الصناعي أي سنوات بدأت بيه إذا نرجع الأوروبا بداياتها الأسس الرئيسية من خلال العالم البريطاني آلين تورينغ سنة 1936 36 أي اشتغل جهاز يحاكي عمل الحاسوب بقوا العلماء بأمريكا والدول الغربية يدعمون هذه المساحة التي يشتغل عليها العالم البريطاني آلين تورينغ لحد عام 1956 من خلال صار معتمر بجامعة دورتموت الأمريكية بدأوا بدعم الذكاء الاصطناعي وشون يقدر إنسان يتطور بعده اليوم أنا شخصيا أتعامل ويا روبوت خاص بتطبيق معين كل المعلومات اللي أحتاج أو أطور من ذاتي أو أتعامل بشغلي من خلال هذا الروبوت يكون عنده ويا نقاش وحوارات والروبوت هو يستنتج ويمطيني تفاصيل بسبب كم من المعلومات اللي خازنها أفلام الأكشن اللي كنا نشوف بها روبوتات تحارب مكان جيوش يعني أصبحت الأشياء واقعية اليوم ممكن بأن يحدث كل شيء لا مو يحدث بل صارت قلت لك يعني دخلت في مجال التلفزيون مذيعة أخبار أو مذيعة أخبار روبوت مو حقيقي بمجالات المطبخ طباخ ماهر هو روبوت خلينا نسأل على المساوة إيجابيات كثيرة كثيرة من الله شنو المخاوف والمساوة اللي في بعض الذكاء الاصطناعي طبعا هو سلاح ذو حدين كل شيء بهذا الحياة سلاح ذو حدين احنا لازم نقنن ونسيطر على الذكاء الاصطناعي حتى لا يقبر على المساحات السلبية وهذا طبعا إجراءات لازم تتخذها الدول والحكومات للسيطرة على هذه المساحة قننت تخلي في مجالات محددة معينة بضبط حتى تستفيد من عنده صارت بعض الأخطاء ممكن في بعض الأحيان يعني تشكلت واقعة معينة ذكرت بمواقع التواصل ذكرت حادثة معينة عن طائرة روبوت مقاتلة مقاتلة تأخذ أوامر على قصف مكان معين تمام كل ما تقصف مكان معين تأخذ نقاط أكثر انخزن بداخل ذهن هذا الروبوت انه كل ما يقصف مكان راح يفوز أكثر بنقاط أكثر تمام لكن العلماء قالوا خلي نجرب انه نغير المسار أثناء التوجه ما تطائر الروبوت أثناء التوجه ألغوا الهدف الخاص بالروبوت الروبوت بدأ من يشوف أكو هدف يقصفه رجع قصف المكان اللي أخذ من عنده الأمر لأنه بذهنته صار عنده انه لازم يأخذ نقاط أكثر يعني هذه الأخطاء هذه حادثة هذه حادثة تذكر يعني بها الأخطاء بها نسبة الممكن تصيب أو تخطأ هو خطأ أو بفعل أنه الروبوت بدأ يستنتج أنه لازم يروح يقصف هدف حتى يأخذ نقاط بالعراق شنو الاستحداثات الأخيرة اللي ممكن نستخدمها في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل أنا أنا سماعة أكو دعم حكومي بمساحة الذكاء الاصطناعي وإحنا طبعا نحتاج إلى مساحة كبيرة من خلال دعم الذكاء الاصطناعي وأتمنى يدخل حتى بالمدارس الذكاء الاصطناعي حتى يكون داعم من الأجيال القادمة اليوم الجيل هذا يختلف عن جيلنا هذا الجيل الولد وجد نفسه بوسط هذا الكم من التكنولوجيا والتطور اللي دا يحصل بالعالم فالعراق يحتاج لمساحات أكثر لدعم هذه المساحة حضرتك سويت فيلم خاص عن الذكاء الاصطناعي سماعت أي عندنا سلسلة فوكس تطلع على قناة الأخبارية اشتغلت فيلم اسم الذكاء الاصطناعي اسم الذكاء الاصطناعي عن التطور الحاصل بدايات الذكاء الاصطناعي إلى ما توصل إليه لأنه سيبقى الذكاء الاصطناعي عالم واعد وعالم ما تعرف شنو التدرج اللي رح يصير بالتطور الفيلم هو خاص تعليمي رسال مسيجات معينة حتى يفهم الآخر شنو موضوع الذكاء الاصطناعي لو تجربه معينة لا الفيلم هو تعريف بالذكاء تعريف ما هو الذكاء تعريف حقيقة نتمنى بأن نستخدم هذا الذكاء الاصطناعي وخاصة في العراق في مجالات ممكن تخدم هذا البلد بما أننا اليوم في حقبة أو فترة زمنية نحتاج بناء ونحتاج حالات من الإعمار في جميع المجالات مثل ما تعرف ما رأينا بظروف استثنائية العراق والعرب جميع والعرب محصورة عامة عاجة إلى أن نطور نفسنا بمساحة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي سيوفر لنا وقت وجهد أقل مثلا عندنا الروبوت العامل بالمخازن الروبوت العامل بالمطعم وغيره علينا الآن أن نتعلم كيف نتعامل الزميل عباس رحيم شكرا لك نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل شكرا لهذه المعلومات القيمة إن شاء الله نشاهد الذكاء الاصطناعي دعم هذا المجال وإن شاء الله نشاهد أفلام أكثر حضرتك تبني عليها أكيد هل والفريق المتواجدين بسبب الإبداع نورتنا كل التوفيق إذن زملائي كانت هذه فقرة الذكاء الاصطناعي من العراق هذه عودة مجددة لكم لإكمال باقي فقرات برنامجنا العربي بيت للكل أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة الخاصة بالذكاء الاصطناعي الذي أحدث كل هذا الضجيج على المستوى الكوني ثم تخشية من أن الذكاء الاصطناعي سيطيح بملايين الوظائف العامة وثم تمن يعتقد بعكس ذلك للوقوف على تفاصيل أوفع حول هذا الموضوع نستضيف دكتور رشيد الجيوسي رئيس الحاسب في جامعة القدس أهلا بك يا دكتور أهلا بك سعيد بلدك كما أسلفنا وسط كل هذا الضجيج الذي يتعلق بالذكاء الاصطناعي هل ثمت بداية هل ثمت التطور في العالم الطب مثلا ثمت من قال في حينه أنه في مسائل غير أخلاقية أثناء التجارب حدثت وإلا لما كان التطور الطبي وصل إلى ما وصل إليه في هذه المرحلة هل يتعلق أو هل ينطبق هذا على موضوع الذكاء الاصطناعي هل ثمت ما هو غير أخلاقي في هذه المسألة برمتها أولي شيء يسأل نساء كل صباحا شكرا الله استضافتكم يعني الذكاء الاصطناعي زي ما ذكرت هو أثار ضجة كبيرة من نسبة للأخلاقيات هناك أخلاقيات لا أخلاقيات في الذكاء الاصطناعي من ناحية المعلومات وخاصة في هذه الفترة أنه الذكاء الاصطناعي يعتمد على المعلومات يعني كيف تجيب معلومات وكيف تحصل على معلومات أنت بتطور النماذج المختلفة في الذكاء الاصطناعي ويصبح السيستم عندك أكثر ذكاء فالحصول على المعلومات مرات في طرق أخلاقية وحصلت هاي معرفش إذا بتذكره في انتخابات الأمريكية فلما حصلوا على معلومات وكيف توجه الناخبين فهذا تعتبر شغل إغلاقية لأنه أنت ما أخدت الموافقة من الشعب بحيث أنه تحصل على اتجاهاتهم كذلك مثلا في عملية التسويق في التسويق أنت هلا لما تدخل على الفيسبوك وتدخل على مواقع وتحاول تشتري هلا هاي المعلومات كل آياتها في شركات بتأخذها وتحفظها وبتستغلها في عملية التسويق فهون هذه شغلات لا أخلاقية والحكومات عمالها بتوضع قوانين ومنها برضو الحكومة الفلسطينية بتطلع عمالها وثيقة في استراتيجية التكنولوجيا المعلومات بأنه شو لا أخلاقيات في الذكاء الصناعي فهذا مهم بالطبع حتى نحدد المسائل ويكون المشاهد على دراية تامة بما عانيته عندما قلت أنه الموضوع يتعلق بالمعلومات الحديث يدور عن المعلومات الخاصة بالأفراد بالأشخاص يعني أنا لم تعود معلومات الشخصية في مأمن أم أن الحديث الأمر يدور عن مثلاً المعلومات الخاصة بأجهزة أمين بمؤسسات كبرى مثلاً بشركات هكذا المعلومات يعني تأخذ كل هذا المنحنة يعني من معلومات شخصية لما معلومات شركات ومؤسسات ومعلومات أجهزة أمين لأن هناك بالطبع لازم يكون هناك أمين على المعلومات وعلى السيرفرز الموجود عليها المعلومات لأنه هذه ممكن أن تستغل في مصلحة ناس دانية ممكن شركات منافسة تأخذ هذه المعلومات وتستغلها في المنافسة مع الشركات الثانية فيعلى جميع الأسئلة بالتالي لابد من ضوابط دكتور مية في المية وعشان هي كده يعني أخلاقيات الذكاء الصناعي يعني فيه جمعيات حكومات أمانها بتسعى لوضع هذه الضوابط وإخراج وثائق مختلفة طب الذكاء الصناعي واضح أنه يتطور تباعاً دكتور هل لذلك كان عكاس على الوظائف العامة لأن هناك من يعتقد بأنه المستقبل للوظائف سيطاح به سيقذف به إلى حفة الهاوية ملايين البشر سيفقدوا وظائفهم إلى أي مدى هذا ما يقال الآن صحيح أو قريب من الحقيقة هذه مخاوف دائماً تثار عند الانتقال من تكنولوجيا إلى تكنولوجيا دائماً هذه عملية التغير الخوف من التغير هذا دائماً لدينا تخوف لدينا هذه الفوبيا من أي تغيير بيصير وهاي أعرف إذا بتتذكر أو قرأنا في الثورة الصناعية الناس كانت متخوفة من الثورة الصناعية والقطارات البخارية وما شابه كانوا يتخوفوا منها كذلك عمر الإي آي بدأ بالخمسينات يعني بالخمسينات وكان هناك خيال واسع كانت أفلام هناك كثيرة بتقول عن الذكاء الصناعي وما أنه راح يصنع آلات وينتج إنسان آلي وما شابه من الشغلات وأفلام كثيرة إذا بذكر كانت موجودة ولا زالت موجودة هذا الخوف موجود دائماً صحيح يعني الذكاء الصناعي هو سلاح ذو حدين يعني ممكن إنه يأثر على بعض الوظائف وعلى العكس ممكن إنه يثري ويعزز وظائف ثانية فأنا باعتقادي شخصي بإنه ما فيش هناك تخوف بالعكس راح يكون في العمل الروتيني والوظائف الروتينية هاي ممكن إنه بالطبع هذه تروح لكن أو تنضح لنوعاً ما لكن بالعكس راح يخلق وظائف جديدة لكن زي ما ذكرنا في الأول لازم يكون هناك ضوابط أخلاقية طب دكتور بيحكم تخصصك كاني هذا الريبوت الآلي الذي أو هذا الذكاء الاصطناعي الذي سيحل محل الإنسان ربما في بعض الوظائف كما أشرت بعض الوظائف بحاجة إلى مشاعر إنسانية يفتقد هذا الريبوت أو يفتقدها الذكاء الاصطناعي كيف في هذه الحالة سيتم يعني تعوض هذه المسألة يعني هي صعيز مثل ما ذكرت إنه فيه هناك أحاسيس مشاعر ممكن إنه ما تكونش موجودة في التعامل مع الإنسان الآلي يعني مثلاً هلأ موجود ومنتشر اللي نسميه تشات بوت اللي هم إنه إنت لما تطلب مساعدة من شركة أو كذا بيطلع لك واحد آلي ويحكي معك هلا إذا إنت بالأول بجوزة تشعر ممكن ما تشعرش إنه هذا الشات بوت أعماله بتطور هذا بحيث إنه يدخلوا الإحساس بس مش رح يكون زي إحساس الإنسان طيب والذكاء الاصطناعية تغلغل إلى تفاصيل حياتنا شيئاً فشيئاً السؤال هل الناس العامة بحاجة إلى تأهيل ليتعاملوا بشكل أفضل مع التطور الصناعي الذي كما قلنا غزى مجمل تفاصيل حياتنا ولامسه الآن بدأ يلامس كل جوانب حياتنا فأفترض في هذه الحالة نكون إحنا على قدر من الوعي بكيفية التعامل مع هذا التطور غير المسبوق على المستوى الكوناعي أتفق معك إنه لازم يكون هناك نشر وعي بين الجماهير والعامة عن الذكاء الصناعي هلا بالطبع في فجوة تكنولوجية بين جيل وجيل يعني مثلاً الجيل الجديد هو متعود على التكنولوجيا متعود على استخدام الأدوات التكنولوجية فهي بتلاحظ كمان أنا بقرأ في بعض نشرات في مسابقات بين طلاب المدارس على إنتاج آلات في الذكاء الصناعي وماشاء الله يعني فيه إنتاج جيد المشكلة في الجيل اللي شوية أكبر هو بجوز شوي يكون مشواعي لهاي النقلة التكنولوجية في الذكاء الصناعي فضروري جداً لازم يكون فيه هناك توعية عامة على كافة الأصادة ولكافة الأجيال على شو مخاطره شو فوائده وكيف نتعامل معه يعني ضروري جداً لأنه فيه مخاطر زي أي إشتين يعني فيه مخاطر معينة فلازم توعية لكيف أنه نستخدم الذكاء الصناعي وكيف أنه نحذر برضو الأدوات اللي موجودة أهم شي بالطبع اللي هي اللي منشوفها اليوم بفيسبوك اللي هو الحصول على المعلومات وإحنا مجداريين يعني فيسبوك بتشوفه مثلاً أو أي سوشال ميديا بتلاحظ أنه عماله يعرف عنك أكثر ما أنت بتعرف عن حالك وخاصة في الدعايات عماله بظهر دعايات يعني ممكن بحاجة إلا أو مش بحاجة إلا فكيف عرف هذا فهو هذا كله من جزء من الذكاء الصناعي طيب سؤالي الأخير في هذه الحلقة دكتور من عكاس هذا الأمر أقصد الذكاء الاصطناعي على المهن الإبداعية هل سينعكس كيف سينعكس على الرواية على القصيدة على النص المسرحي على النص الغنائي على المطربين على الممثلين على المبدعين كل كل على الفن التشكي على النحط كل أقصد كل مناحي العمل الإبداعي نحن نخفش من المبدعين نخفش عليهم يعني أنا أعتقد نفيش خوف على المبدعين أولاً مش يعني مثلاً هلا التشات جي بي تي بتقول له اكتب لقصة في مناحي هاي أو شعر أو تبهر قادر لكن ما بيكون فيها النواحي الإبداعية اللي الإنسان المبدع يكون فيها هي ممكن تساعده يعني مبارع كنت في الندوة في أحد المدربين فأقول أنا المادة التدريبية بساعدني فيها تشات جي بي تي فبنتجها لكن ما بتكون موجود فيها التفاصيل اللي أنا خبير فيها فبتحتاج لسه تيونيك فهو ممكن يكون عامل مساعد لكن مش رح يقدع الإبداع ولا أعتقدش أنه رح يقدع على الإبداع أنا أود أن أشكرك جزيلاً شكر الدكتور رشيد الجيوسي رئيس قسم الحاسب في جامعة القدس أن كنت ضييفي في هذه الحلقة من بيت للكل شكراً لكل المعلومات التي أفدتنا به شكراً جزيلاً دكتور شكراً لكم وشكراً لإستضافتكم أنا سعيد بوجودك الله خليك بهذا مشاهدين الكرام تنتهي هذه الحلقة من بيت للكل لنا لقاء يجمعنا بكم في حلقة أخرى قادمة حتى يحين ذلك لكم محبتي والسلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء